السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب الأعزاء في حصة جديدة من حصصنا لهذا اليوم حصتنا يا أول التربية الاجتماعية هي اجلس واستمع في الحصة السابقة يا أول تحدثنا عن نفسي كيف أعرف عن نفسي اسمي وفي أيصاف وعمري وجنسي وهوايتي في حصة اليوم يا أول بدنا نتعرف على عائلتي من هي عائلتي؟ والآن استمع إلى قصة نشمي ونشمية نشمي ونشمية أستمع إلى القصة جلس نشمي ونشمية مع والديهما يتحدثون عن عائلتهم وكم يربطهم بها من حب واحترام وبينما هم جلوس إذ جاء إليهم جدهم وجدتهم فسألت نشمية يا أبي ما معنى العائلة؟ فأجابها والدها يا نشمية العائلة هي مجموعة من الأفراد تربط بينهم صلة قرابة قوية جدا وتتكون من الأم والأب والأبنى ويسكنون معا في بيت واحد ويحب بعضهم بعضا مثل ويحب بعضهم بعضا مثل عائلتنا لاحظ يا أول نشمية سألت أبيها عن معنى العائلة فأجابها بأن العائلة هي مجموعة من الأفراد تربط بينهم صلة قرابة والعائلة تتكون يا أول من الأم والأب والأبنى ويسكنون معا في بيت واحد طبعا يا أول أخذنا معنى العائلة والأسرة في الدرس الأول من كتاب اللغة العربية كان الدرس بعنوان أسرة تعرفنا على الأسرة وهي المعنى الثاني لكلمة عائلة العائلة والأسرة لها نفس المعنى هم مجموعة من الأفراد تربط بينهم صلة قرابة يعيشون في بيت واحد تتكون الأسرة أو العائلة من الأب والأم والأبناء طبعا يا أول يجب علينا احترام والدينا وتقبيلهما تعبيرا عن حبنا وتكريمنا لهما طبعا العائلات تختلف يا أول عن بعضها من حيث عدد الأولاد الموجود في العائلة عدد البنات وجود الأجداد يعني مثلا أنا عائلتي مثلا خمس أولاد وبنت واحدة والأجداد ما شاء الله الأربعة موجودين يعني العائلة كاملة لكن في أجداد مننا يا أول بيكون الجد ميت أو الجدة ميتة فعشان هيك يا أول تختلف العائلة من عائلة إلى أخرى تختلف بعدد الأولاد الموجودين بالعائلة وبعدد البنات وجود الأجداد والآن يا أول من هو الجد؟ من هو الجد؟ الجد هو والد الأب أو والد الأم من هو الجد يا أول؟ والد الأب أو والد الأم طيب ومن هي الجدة؟ الجدة هي والدة الأب أو والدة الأم الجدة هي أم الأب أو أم الأم طيب من هو العم يا أول؟ العم هو أخو الأب من هو العم؟ أخو الأب أخو بابا بنحكي له عمه والعمة؟ العمة هي أخي الأب العمة أخي بابا بنحكي لها عمه والخال؟ الخال هو أخو الأم الخال أخو ماما والخالة؟ الخالة هي أخي الأم أخي ماما لنتعرف على أقرباء نشمي ونشمية أقرباء نشمي ونشمية يتكون من الجد عائلة الأب الجدة والجد العم والعم والأب وعائلة الأم تتكون عائلة الأم من الجدة والجد الخالة والخال والأم والآن يا أول نشاط أجيب عن الأسئلة الآتية شفويا عدد أفراد عائلتي كم عدد أفراد عائلتك وكم عدد الأولاد في العائلة وكم عدد البنات أنادي أخى أبي عمي أحسنت وأنادي أخت أبي عمتي أنادي أخى أمي خالي وأخت أمي خالتي أنادي والد كل من أبي وأمي جدي أنادي أنادي والدة كل من أبي وأمي جدتي لهني أول بكون انتهى درسنا لهذا اليوم يعطيكم ألف عافية شكرا للمشاهدين